اشتركوا في القناة هاي واحدة من العاملات عدي اليوم طربانة يقولك اذا طابت النفوس غنت قلت تخليها ما ري اقطع سلسلة افكارها ويطير الالهام والله شخباركم قلبي انتي ما بيتشحن في دول عينج احنا من يلتمن يلتمن المهم عندي طلعة يما قصطة يما 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 قصطة خبل جنن كلش طيب وراي حقيق قبل لا تحجون ادري شفاي في راد الهرتوش رح اسويها لا تاكلون قلبي مثل البارحة بس قلت اراويكم اللمعة ما شعري قبل لا اطلع اذا تشوفون عنا اللمعة لبشعرد شهودة عنا اللمعة لبشعرد يفداكم شعرية روحي انتو شوفوا اليوم حطيت جوز الهند كلكم انتو تعرفون مدى اهمية جوز الهند خصوصا اذا كان اوغانيك اليوم من روزيلا وكالمعتاد اني ما اغير هذا احلى جوز الهند ممكن يمر بحياتكم احلى كوكنات ممكن تستخدموا اولا شوفوا 400 مل يعني ولاية يكفيكم وزايد هذا اللي يختلف او اللي ميزة عن بقية الزيوت اولا هو معصور على الطريقة الباردة وطبيعي مية بالمية اردانك مية بالمية عضوي هاي رقم واحد رقم اثنين استخداماته عديدة وكثيرة يعني هذا ال400 مل يكفيش كل شهواية قولي شلون اول شي تستخدميه للشعر لحطي يطي نعومة ولمعان شوفوا ويكون شعر healthy صحي تمام اي بنات روزيلا اللي يميزة عن غيرها مثل ما ذكرته هذا اهم او هذه اهم نقطة ممكن ناخذها بعين الاعتبار قبل ما نستخدم اي زيت زيت جوز الهند طبعا تستخدميه قبل الحمام على مود ينقم الشعر ويطي لمعه تمام تقدرين تستخدميه بعد الحمام شويات صغيرونات فرقة بسيطة وعلى الجذور ايضا رح يكون يفيدة بديل السيروم تستخدميه للتقصف اكو بنات شعرهم متقصف هاي اشقد هاي ثلاث فوائد الفوائد الرابعة تقدرين تستخدميه لازالة الميكوب لحد يسمع لاني اذا يسمعون الجوه كلهم هاياخدوه عندي بنات خالتي جايات فمسألون يكتون ماذا هيكي ميفيد يعني مو كلي زين هاي من اقول هيكي مو كلي زين يعني فتش يعني حابة تقدرين نزيلين الميكوب بيه ويزيله بعمق يعني البشرة يطيطياها صافية سفنجة يسحب كل الشوائب مال الميكوب بنات اروزيله حاصل على جميع شهادات الفحص من حيث الاستعمالات والمكونات مالت تمام يعسروا على الطريقة الباردة طبعا بالشتاء يتخلى بالثلاجة على مود يجمد وبالطيف رح يسيل ويموع تمام ارجعت لي الاستخدامات هسه قلنا ينعم ويرطب الشعر قلنا تقدرين تستخدمي بعد الحمام حتى يروح التقصف وقلنا ايضا تقدرين ازيلين بيه الميكوب بعد 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 ما خلصت الفوائد تقدرين ايضا ترطبين بيه كافة انحاء الجسم الكونات مرطب عجيب ريحته تخبل وايضا يطبه بعمق المسام يعني يتغلغل بنص البشرة بحيث لما ترطبين به جسمك او بشرتك او اي منطقة اذا انت حابت تزيدها رونا قوة ترطيب استخدمي الكونات ومثل ما ذكرت ريحته طيبة شوفي انا ما خلتها بالثلاجة تمام يا حلوة يفيدك كل ما هو بالترطيب ترطبين به كل الجسم حتى يمكن بعد ما تستخدمين السبلاش مو بالضرورة لان ريحته طيبة بس انت اذا حبيت تستخدمين بعد السبلاش فاز يقولك انت حرة ايضا ما خلصت استخداماته بعد واحد 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 صغيرون يعلمون خلص ها هي اسد الموضر والله يعلمونكم حتى للفايدة حتى اراويكم هذا ال 400 مل اللي سعره جدا مناسب ايش قدره حيفيدك يفيد ايضا للأكل تقدرين تستخدميه للأكل وطبيعي كلش ماكو اي مشكلة ذات شنتي من محبي زيت جوز الهند وللخلطات وللماسكات ففوائده عديدة اوكي هذا اللي ذكرته قلت بشكل مختصر اذا ركت تعرفين اكثر عن فوائد زيت جوز الهند الحجي كوكل موجود تقدرين تكتبين ورح يطلع قلت كل الفوائد بس انتبهي تاخذينه الاصلي رزيلا كلش كلش رح يفيدش رح تحبيه ورح يكون صديق البيت والعائلة احطلكم اماكن المبيعات وراي طلعه هوايا حجيت مو الان احطلكم اماكن المبيعات يا حلوات حتى اني اطلع لين تأخرت وبس والله هذه واحدة من اسرار لمعان وجمالية الشعر واكيد لا تنسون شامبو ريميا هو اللي رجع عافية شعري وعافية شعره هوايا من البنات المتابعات حقيقة انا شنو جنت ما استغني عني الكوكيز والاكستنشن هي شعري صاير طبل بعدين بمرور العيام بديت احتني بالشعر من بره ومن جوه الحمدلله رجعت عافية وانا قلت لكم انا من المحبي الشعر القصير حيل وانا عجبني اغير احط هاي الطباقات اللي متأذي شعر ممكن اسوي لقات بشعر طويل بس انا بطبيعة الحال احب الشعر القصير احسه صحي اكثر المهم حبيباتي عفوني هستراح اطلع احطلكم اماكن المبيعات وتتهنون بيا حلوات اي لافيو باعيش قد حلوات هاينا يواتر باعو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا